هل يجب على المسلم إذا سئل عن تفسير شيء من القرآن وكان غير متأكد من التفسير الصحيح ولكن المعنى واضح لغويا أن يقول لا أعلم وإذا كانت الإجابة بنعم فهل هذا يعني أن على المسلم أن يرجع دائما إلى تفسير القرآن ولا يحاول تفسير الآيات حتى وإن كان المعنى واضحا من حيث اللغة لا يجوز للمسلم أن يتكلم في تفسير القرآن إلا عن علم لأن يرجع إلى كتب التفسير الموثوقة وينقل منها تفسير الآية المسؤول عنها أما أن يتخرص من عنده ويفسر القرآن فهذا أمر محرم لأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى والذي يفسره يبين مراد الله بكلامه وهذا لا يجوز إلا عن علم ومن فسر القرآن بغير علم بل بتخرص من عنده فهذا يقول على الله بلا علم قد قال الله سبحانه وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم قال سبحانه وتعالى ولإنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغيب لا للحق أن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون فالأمر في هذا خطير لا يجوز أن يفسر القرآن إلا بالرجوع إلى كتب التفسير الموثوقة التي تفسر كلام الله سبحانه وتعالى على علم إما أن تفسره بكلام الله سبحانه وتعالى القرآن يفسر بعضه بعضا وإما بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن السنة تفسر القرآن وتوضحه وإما بتفسير الصحابة لأن الصحابة أخذوا العلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهم أدرى بمعاني كتاب الله عز وجل لأنهم تلامذة الرسول صلى الله عليه وسلم فهذه وجوه التفسير وهناك وجه الرابع وهو العلم باللغة العربية التي نزل بها القرآن يعني يفسر القرآن إذا لم يوجد له تفسير في القرآن ولا في السنة ولا في كلام الصحابة فإنه يفسر بمقتضى اللغة العربية التي نزل بها ولكن هذا المقام لا يصل إليه إلا المؤهل المؤهل بمعرفة اللغة العربية وهذه المرحلة هي الأخيرة من المراحل ما يكفي أن يكون عالما باللغة العربية فقط وليس عالما بالقرآن ولا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا بأقوال الصحابة لا بد أن يكون عالما بهذه الأمور قبل علمه باللغة لأن العلم باللغة الذي يخول التفسير إنما هو آخر المراحل